مزين حضرائك في البداية تكلمنا عن المسابقة الزهبية لزوي الهامم وكمان الفروع والمواهب الأخرى اللي بتشارك في المسابقة غير طبعا موهبة الغناء موسابقة الموهبة الزهبية دي كانت الدورة السادسة نبدأ تقام لها خمس سنوات بالتعاون مع جماعة البلد اليوم جماعة البلد اليوم من أهم أنشطتها رعاية القدرات الخاصة أو أصحاب القدرات الخاصة الحياة المسابقة بتهتم بمجموعة من المجالات الغناء الفردي وجماعي الاستعراض الفردي وجماعي وأخيرا أضيف مجالين جداد السنة دي في مجالات المسابقة وهم الفنون التشكيلية الرسم والتلوين وكمان الإنشاد الديني السنة دي كان أول دورة يتم فيها التسابق على هذين المجالين خلينا نعرف نحرك كده يعني عدد المشاركين قد إيه؟ هل جميع المحافظات بتبقى إنكلودت في المسابقة؟ طبعا هو عدد المحافظات كلها مشاركة من خلال كل الجماعات الأهلية والمجتمع المدني والمؤسسة العمل والخاصة اللي بتعمل في المجال على نطاق جمهورية مصر العربية بالكامل عدد المشاركين تجاوز أو عدد المتقدمين في المسابقة يعني تجاوز الألف مشارك عبد كبير جدا طبعا في كل المجالات المشاركة لأن فيها كمان هو كبير لأن في مجالات جماعية يعني الاستعراض الجماعية بيبقى فيها عدد الكرالات أو الغناء الجماعية بيبقى فيها عدد فالحقيقة المشاركة كانت السنة دي يمكن كمان المعدل كان في زيادة عن الدورات السابقة ويمكن كمان المستوى اللي قدم في هذه المسابقة برضو كان في زيادة الجميل في هذه المسابقة لأنها مش مجرد بنفتح مجال التسابق فقط ولكن بنعمل فترة للإعداد يعني قبل المسابقة بشهور طويلة بيكون في ورش لإعداد هؤلاء المتسابقين لدخول المسابقة ولا نكتفي فقط بأن احنا نقول لهم اتفضلوا وشاركوا معنا في المسابقة لكن بنساعد في عملية الإعداد في المجالات الجماعية